استشهد شاب فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها خلال اقتحام جيش الاحتلال المخيم قلندية بالقدس المحتلة مطلع الشهر الجاري يأتي هذا فيما اعتقلت قوة الاحتلال عشرين فلسطينياً عقب حملة مداهمات واقتحامات لعدد من المدن والبلدات في الدفة الغربية والقدس المحتلتين استشهد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلية بمخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس المحتلة مطلع مارس الجاري وأفاد المركز الإعلامي لمخيم قلندية للاجئين أن الشاب ناهد مدير البالغ من العمر 24 عاماً كان قد أصيب بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال المخيم بداية الشهر الجاري ونقل للمستشفى وأجريت له عدة عمليات جراحية قبل أن يعلن اليوم عن استشهاده بدورها شيعت جماهير الخليل جثماني الشهدين قاسم جابر وأمير الجنادي إلى مقبرة الشهداء واستمدنات الخليلة واستحضور رسمي وسياسي وشعبية وطلب المشيعون بالرد على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وناشد المجتمع الدولي بالخروج عن صمته أمام جرائم الاحتلال المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطينية وكان الشهدان جابر والجنادي قد استشهد بعد إطلاق الرصاص عليهم من قبل جنود الاحتلال أمس شرق الخليلة بحجة إطلاقهم النار على الجنود كما استشهد في مكان قريب الشاب يوسف تريرا بعد قيامه بدهس جنود من جهة أخرى أعلن راديو جاش الاحتلال أن إسرائيل صادرت مساحات كبيرة من الأراضي في الدفة الغربية المحتلة قرب البحر الميت ومدينة أريحة الفلسطينية وأن لديها خطط لتوسيع مستوطناتها وبناء منشآة سياحية وتجارية أخرى في المنطقة